الأستاذ نصر الدين مهداوي وهو أستاذ الإعلام وباحث أكاديمي أيضا سيكون معنا بعض لحظات عبرها سكايب دعني أبدأ معك أستاذ حكيم بغرارة اليوم سيتم مناقشة عامة لقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية وأيضا يوم غد الأربعاء إن شاء الله فيه أيضا مناقشة لقانون السمع البصري الذي عرضه الوزير عرقاب قبل نحو شهر على اللجنة المعنية أهمية نبدأ من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية أهمية هذا القانون هل حاملة ما كان مأمولا من أسرة الإعلام في الجزاء وقبل ربما الإجابة يجب أن ربما باختصار شديد نتطرق إلى البيئة التي سينزل أو ستنزل إليها هذه القوانين على الأقل في تقييم بسيط منذ التعددية منذ قانون إعلام 97 أو قانون إعلام 12-5 فالبيئة التي نزلت فيها قوانين الإعلام كانت بيئة تتميز بنوع من الفوضى الإعلامية بالنظر إلى الظروف التي فتحت فيها التعددية الإعلامية أستسمحك أستاذ لأنه فيه مباشر كلمة للوزير الأول سيد أيمن بن عبد الرحمن على همشي إذن افتتاح الدورة الواحدة والسبعين المحكمة الإفراقية لحقوق الإنسان نستمح بعد لحظات إذن أعود إليك أستاذ عبد الحاكم بغرارة ننتحدث حول أهمية هذه القوانين الهدف الأسماع هو تأطير أكبر وأوسع لقطاع الإعلام في الجزاء مثلما قلت بدأ بطريقة غير مؤطرة بالشكل الكافي تمام لأن الظروف كانت صعبة خاصة مع الأزمة الأمنية والعشرية السوداء فالممارسة المهنية كانت تخضع لفوضى كبيرة وتم استغلالها لتصفية حسابات وظهر السب والشتم والكتابة بدون مصادر وهذه التابعات للأسف الشديد ما زالت تلاحق جزء من الممارسة الإعلامية في الجزائر وبالتالي الوصول إلى تشريعات تراعي التحولات وتأخذ بعين الاعتبار انشغالات الأسرة الإعلامية من شأنه أن يفضي إلى قوانين تؤطر الممارسة الإعلامية مما يجعلها متوازنة بين القانون وبين الممارسة لأن القوانين هي دائما مثالية دائما ما تدعو إلى المثل عندما ننزل إلى التطبيق تنعدم تلك البيئة التي تحتضن هذا القانون لأن تقييم بسيط جدا قانون إعلام 97 أو قانون إعلام 12-5 عشرات المواد لم تطبق في الميدان وبالتالي إذا أردنا أن نضرب مثال سلطة ضبط صحافة المكتوبة منعادمة مجلس أخلاقيات المهنة لا يوجد عجزة الأسرة الإعلامية هذا من جهة حتى ربما لا دائما نوجه سهام النقد إلى المشرع أو إلى السلطة على الأقل أسرة الإعلامية التي التقت رئيس الجمهورية في 3 مائل ماضي وقال لهم عليكم أن تؤسسون قابة قوية جامعة تكونوا تقل في الميدان وقوة اقتراح وقوة دفاع عن الصحافة ربما نفتح قوص صغير جدا بالمقارنة مع المحامين في الجزائر هم أكثر تنظيما وأكثر حضورا عندما أخترت الوزارة الأولى بإلغاء المادة 24 من قانون المحامات التي تسمح للمحامي بأن يأخذ حصانة في مرافعاته أمام القاضي ينتقد السلطة ينتقد الشخصية ينتقد الواقع وبالتالي المرافعات هي أقوى بكثير من حرية التعبير التي يتميز بها الصحاف هم اجتمعوا وقدموا اختارا والمحكمة الدستورية فصلت لصالح المحامين وهذا ما يجب أن يقتدي به وأن يكون ونرجع لكلمة الوزير الأول فالأثناء حقوق الإنسان وكل المواثيق والقرارات الدولية خلال إذن افتتاح الدورة الحادية والسبعون للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أعود لاستكمال نقاشنا قوانين القطاع قطاع الإعلام في الجزائر منتظر منها والمأمول أيضا هل ستحمل الحلول لقطاع يوصف بأنه يعيش الكثير من الاختلالات وجديد الترحيب بأستاذ حكيم بغرار أستاذ إعلام جماعة الجزائر أهلا بك من جديد وأيضا أرحب بي الأستاذ نصر الدين مهداوي وهو أستاذ جامعي وبحث أكاديمي معنا عبر سكايب دكتور أهلا بك السلام عليكم مرحبا بك أخي ملود صديقي ولكل طاقمي قناة النهار مهار على الاستضافة طيبة كما كذلك أرحب بيز زميلي الموجود على استوديو دكتور حكيم بغرارة الذي سيشاركني هذا النقاش يا مرحبا شكرا لك دكتور أكمل معك أستاذ حكيم بغرارة قبل كلمة الوزر الأول كنت تتحدث حول أهمية هذه القوانين لمراجعة هذه الاختلالات ولمراجعة هذه البداية التي سادها نوع من عدم التأثير نعم وإن كان ربما احتمت قدم في النقاش هو الوزير الاتصاصي محمد العقاب يجب أن نضغط عليه كثيرا بطريقة إيجابية أكيد فهو بين الأكاديمي وبين الممارسة هو ملم بواقع الإعلام وبشغالة الإعلام وبأهداف الإعلام وبالتالي أعتقد بأن الوزير مطالب بتجاوز مرحلة القوانين وهو منظر الآن مؤلف ويعرف جيدا خبايا هذا القطاع تمام يدري كيف ممكن الخروج من هذه المرحلة إلى مرحلة احترافية أكثر تمام ويجب الضغط عليه أكثر من خلال تنظيم الصحفيين في نقابات قوية يجب توحيد النقابات خاصة في هذه المرحلة حتى نرسي هذه القوانين ونوفر البيئة ونحل المشاكل السوسيومهانية النقابة أستاذ هي جد مهمة لأنها تدخل في أو ضمن هذه المسعى لتأثير المهنة والدفاع عن حقوق أهل المهنة أيضا لكن دائما يعاب أنه لو تركت زمام المبادرة للأسرة الصحفية من الزملاء كلهم يؤسس نقابة نقابة خاصة أو نقابة تمثيلية معينة أنا طرأ بأنه الأجدى أن تكون هناك مبادرة من طرف الوزارة المعنية لضمان جدوى ومنفع أكبر في تأسيس النقابة لا إلا الوزارة لن تستطيع أن تتدخل لأنها ستتهم بأنها تختارقه وبأنها توجه وبالتالي النقابات لديهم الحرية في تنظيم أنفسهم لأن المواصلة على هذه الوتيرة وفي هذه الظروف سنقضي على كل الصحافة الجزائرية العديد من المؤسسات الإعلامية المكتوبة أفلست وأغلقت والكثير منها مهدد وبالتالي ضرورة إنقاذ هذا الموروث الوطني يجب الرقيب النقاش لأن المصالح الخاصة هي ظاهرة للعايان الإشكال في ماليكي وسائل الإعلام هو في الصراع على الإشهار تحصيل أكبر قدر ممكن من الإشهار أو انتقاد مؤسسات تأخذ إشهار أكثر من مؤسسات أخرى هذا واقع يخص فيها عنوين لجرائد اختفت نتيجة نقص المداخل مع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ 2017 تقريبا فيها عنوين كثيرة اختفت وبالتالي هل أيضا سيحمل هذا القانون نظرة أخرى وبما فلسفة أخرى لتعتمد للجرائد أو لتدفع بالمؤسسات الإعلامية باختلافها إلى إيجاد بدائل لضمان بقاءها لضمان تطويرها وتطوير أداءها أيضا بعيدا عن هذه النظرة لمداخل الدولة حقيقة لكن بالمقابل في الجانب الاقتصادي هناك غياب كبير لتقافة الإشهار أو إن وجدت فالتركيز دائما على المؤسسات التي يرونها كبيرة ومنتشرة وهذا من حق الاقتصادي لكن غياب قانون للإشهار كذلك سيبقي الفوضى في الإشهار وبالتالي ربما حتى أختصر نحن لماذا نتحدث عن هذا الأمر لاحظ مثلا في ما يحدث في غزة وفلسطين لو لا الإعلام الجزائري الأحزاب غائبة الجمعيات غائبة كثير من المؤسسات لا هو يبقى الإعلام في الجزائر يحملها من كل المؤسسات التي تخلت عن أدوارها أو لا تقوم بأدوارها ولهذا الإعلام يجب أن يلقى كل الدعم من السلطة لأنه تقريبا هو الواجهة الأولى في الجزائر والذي قاوم الإرهاب الصرعات والحروب الآن تخال عبر واجهات إعلامية عبر وسائل الإعلام لاحظ بأن الإعلام قلب موازين ما يحدث في فلسطين حشد الرأي العام الدولي انقلب الجميع على الكيان الصهيوني هذا ربما حتى نترك الفرصة لزميل مهداوي السلطة يجب أن تثق في الإعلام يجب أن تدعم الإعلام لأن في الأوضاع العادية لا تظهر الكثير من أهمية القطاعات لكن في الأزمات لن تجد إلا الإعلام لتسيير الأزمة للتحكم في الأزمة للتقليل من تبيعات الأزمة لحشد الدعم لتجاوز هذه الأزمات وعالم اليوم الأزمات لن تتوقف من النيجر إلى مالي إلى فلسطين إلى أوكرانيا إلى الأزمة الغدائية إلى الأزمة وبالتالي يجب تغيير النظرة إلى هذا الإعلام يجب أن نتق فيه لأن حتى ما يحدث مع حقوق الإنسان والتباكي على ازدواجية معايير يجب أن نكون فاعلين صحيح صحيح ونقول أن قوة الإعلام في الجزائر هو من قوة الدولة أيضا ويترجم هذه القوة والمكان للدولة أيضا ويدافع عن هذه المكانة وأستاذ شوف السلطة أعتقد بأن فيه بداية اهتمام لتنظيم الإعلام ومنحه المكانة اللازمة حتى يكون مقوما مهما للحفاظ على الأمن القومي الجزائر لكن فيه جهات تقاوم حرية التعبير لا تتقبل النقد تحاول جعل الإعلام يسير بوتيرة تابعة لأشخاص ربما مفسدين أو لديهم أراضي حتى الرئيس الحالي يعني أعطى نموذج غير محود في الجزائر في علاقته بوسائل الإعلام لقاءات دورية وسياسة إعلامية جديدة اتصالية وقريب جدا يوصف من أسرة الإعلام وبالتالي ينتظر أيضا للكثير لاستفادة من هذا التجريب أنا نقول لك يا أستاذ شوف السيد الرئيس ملم بخلفيات ما يحدث في قطاع الإعلام لأنه المجلس أخلاقيات المهنة الواحيد كان في عهد عبد الماجد تبون وزير الاتصال في سنة 2001 هو الذي كان وزيرا للاتصال وهو الذي لعب دور كابل لإقلاع الصحفيين بتشكيل مجلس لأخلاقيات المهنة والذي لم يدوم أكثر من تلسانوات بسبب كثرة الصراعات نروح الأستاذ أطرنا عليه أستاذ نصردي المهداوي أهمية هذه المشاريع مشاريع القوانين لتأثير القطاع ما لحظته ما سجلته ما النقاط إيجابية وأيضا إن كانت لك أيضا ملاحظات في بعض المواد لاستدراكها نعم والله بمقتضى رقم القانون رقم 05 المتعلق بمشروع قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية وحتى السمع البصري لما نتكلم على مواطن القوة لهذه القانونين أظن بأن هذين القانونين أسدلاء السيطار على بعض الجوانب التي كانت تشوقها يعني الضربية والغموظ يعني في القوانين السابقة والتي تنظم سيء النشاط الإعلام سواء المقروع والمسموع والمرئي خاصة المتعلقة يعني بأطر يعني النشاط والممارسة والحماية نتكلم في مجال يعني في مشروع قانون صحافة المطبوعة والإلكترونية ونشوف بأنه القانون أشار إلى نقطة مهمة جدا المتعلقة يعني بتجميع الشركات يعني الطباعة العمومية ضمن مخطط سير واحد يعني تحت وصايد مؤسسة واحدة وهذا مهم جدا حبل يعني لو يمكن تسميتها بمؤسسة وطنية للطباعة لإبعادها يعني عن أشكال يعني الاستغلال مع التصريح بمصادر التمويل أظن بأن النصوص القانونية التي تضمنها يعني مشروع قانون صحافة المكتوبة والإلكترونية تستند إلى منطق حماية الصحوفيين وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام أشار كذلك مشروع قانون صحافة المكتوبة والإلكترونية إلى نقطة مهمة جدا متعلقة باستقلالية نشاط الصحافة المكتوبة عن الإلكترونية يعني نظر باختلاف طبيعة الممارسة وجهود المهنة والغطاء المالي لكل من الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تتمتع به في اقتصاديتها سواء بشقه المكتوب والإلكتروني أظن أن هذا الفصل سيخدم كثيرا مجال الصحافة الإلكترونية التي نقول إن صح التعبير عانة التهميش وبعض العلاقير بخصوص الإشهار والتمويل لما نتكلم عن النقائص الصحافة المكتوبة والإلكترونية لما نتكلم عن الصحافة المكتوبة بالضبط يعني بصرف النظر عن القانون وما سيأتي به من جديد إلا أنها ستصمر بنفس وطيرة العمل فهي تحتاج إلى دعم أكبر يعني من حيث اقتصاديتها يعني في ضد إفرازات البيئة الإعلامية الجديدة التي نقول جعلها يعني مهددة بالانقراض والزوال في الصحافة المكتوبة لم تعد يعني محل الاستثمار المربح هي ظاهرة عالمية أستاذ لنكن واقعيين كل جرائد الورقية في العالم هي باتت الآن مهددة بالزوال لأنه اليوم دخلنا عالم الصحافة الرقمية وبالتالي وحتى صحافة مواقع التواصل الاجتماعي أو هذه المنصات التواصلية التفاعلية وبالتالي الصحف يجب أن تواكب هذه النقلة إلى عالم ربما بات يحتم عليها إيجاد حتى فيما يخص طرق التمويل إيجاد بدائل اقتصادية لها أيضا نعم الأخ مولود أنا قلت أنه لابد من إيجاد بدائل اقتصاد لها في ضد تحولات تكنولوجية أنا نتكلم عن طبيعة النشر الممارسة عبر الوسائط الإلكترونية وإنما نتكلم أنه لابد من وجود آليات جديدة يعني لإنعاش اقتصاديات اقتصاديات لحتى تشبه يعني لها مكان الإعلامية يعني أنا نتكلم عن إمكانية الدعم المالي وتمويل الصحافة المكتوبة يعني لابد أن يشيريه القانون من بين نقائص قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية حسب شريع المشروع كلمة عن المادة التسعة إلغاء ما تم اقتراف المادة التسعة من مشروع القانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية مدد الخبرة أو أقدمية يعني تساوي أو تفوق تفوق خمسة عشر لكل من يرغب يعني يعني بتقديم ملف الوصول على رخصة أو تصريح لمزاوعة النشاط الإعلامي يعني حب ذلك يتم تقليص هذه الفترة أو هذه المدة السنوية من سبع إلى عشر سنوات مثلا لمدير مخبر لمدير نشر بالنسبة للصحف المكتوبة وخم سنوات من أربع إلى خمس سنوات بالنسبة للجرائد الإلكترونية قانون صحاب المكتوبة الإلكترونية لم يتطرر كذلك إلى النقاط التالية أول ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والمهنية الصحفيين عائدات إشهار الجرائد المحتشم الذي أدى إلى تقليص رواتب الصحفيين الاستقلالية تم للجرائد لاستفادتها من إشهار عمومي على غرار باقي وسائل الإعلام الوطنية لماذا كذلك ليتم تعيين لجنة مستقلة من طرف سلطة الضبط الصحافة المكتوبة والسمع البصري للقيام يعني بدوريات وخراجات استطلاعية لمؤسسات الصحفية والإعلامية لمراقبة تصير مشاطها يعني وفق ما تمرين النصوص القانونية نرجع به كذلك إلى أنه في المادة 34 المادة 34 تنص على أنه لا يعد نشاط الصحافة الإلكترونية آدات للترويج أي نشاط صناعي أو تجاري أو خدمة من خدمة بث الرسائل الإعلانات الإشهارية أو الإعلانات الإلكترونية للجماهير بصفة غير مهنية لكن هذه المادة صراحة ينقصها بديل لسد الثغرة فيما يتعلق بتقنين نشاط ممارسة الإشهار والإعلانات الترويجية في الصحافة الإلكترونية ومن أجل محاربة فوضى الإشهار في البيئة الرقمية في انتظار صراحة صدور قانون إشهار يجب أن يكون مستقلاً عن هذه المشاريع لأنه مشروع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمع البصري مرى مرور الكرامي على قانون إشهار وأنا أقول أنه حتى يكون القانون مكتملاً من كل جوالب لابد أن يعالج إشكاليات تقني الإشهار الإلكتروني التي تشبه يعني صراحة فوضى من نألية توزيع النساحات الإشهارية سيغ العقود بين المنتجين والمؤسسات الإعلامية إضافة فيما يتعلق بمعايير إنتاج المحتوى الإشهاري نرجع بك أخي مولود يعني دون إطالة إلى المادة 39 هذه المادة التي تنص على أنه لا تتحمل مسؤولية أي المحتويات الناجمة عن الإختراق والقرصنة الذي تتعرضه المؤسسات الصحفية لكن هل فيه نوابط مقننة تحمل مؤسسات الصحفية من أي اختراق أو تشويش أو قصنة لموقعها في إطار حماية المعلوماتية أو ما يتعلق بالأمن الصيبراني يعني هذا الطرح القانوني كان ناقصا بحاجة إلى إلماء وطرق أثرت الكثير من النقاط دكتور نصر دينة مهداوي بخصوص بخصوص ما تفضلت سنعود إليك طبعا بخصوص ما تفضلت بتحسين الوضعي الاجتماعي لأسرة الإعلام لجاء الإعلام يدافعون عن الجميع إلا عن همومهم يعني في نهاية المطاف أعود إليك أستاذ أبو الحكيم بوغرارة ما كان ملاحظا على بيئة الإعلام في الجزائر أن هذه القوانين جاءت متأخرة لطبيعة نشاط الإعلام الذي كان سائدا مثلا فيه مواقع إلكترونية كانت موجودة وانتشرت وربما مارست نشاطها منذ سنوات ولكن البيئة القانونية المرافقة تأخرت الآن هل هذه القوانين المؤطرة للقطاع هل ستحتوي نشاط كل هذه المؤسسات الإعلامية باختلاف وسائلها وطبيعتها ما نشاط ستحت نكون إيجابيين بداية تنظيم هو أمر مهم جدا أكيد بأن أي قانون ينزل إلى الميدان سيعرف بعض الإختلالات أو بعض المقاومة أو بعض التحايل على القانون في الميدان لكن علينا أن نقتنع بأن هذه القوانين هي بداية في انتظار ربما تعديلات بعد تقييمها لسنوات قليلة وهذا ليس عيبا طالما أن الأمور نسرية ونحن نتحدث عن 36 تعديل على مشروع القانون المشاريع الثلاث صحف المكتوب الإلكترونية والصمع البصري بالتالي فيه أيضا تعديلات هامة فيما يخصها لا هو ليس التعديلات هذه مقترحات النوم لكن للأسف شديد ضعف السلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية يجعل من هذه المقترحات معظمها يسقط كما أن العيب في هذه القوانين الكثير من المواد الخاصة بأخلاقية المهنة واعتماد الصحافة الأجنبية وبطاقة صحف في كلها ستحال إلى التنظيم وهذه تحتاج إلى مراصيم وإلى قوانين أخرى تضبط الأمور ولهذا قلت لك غياب نقابة عدم ضبط الأسرة الإعلامية غياب بنك معلومات غياب الإحصائيات هذا يجعل لأن مثلاً مجلس أخلاقيات المهنة أو هيئات أخرى تحتاج إلى انتخابات والكثير من الصحفيين يرفض أن يستفيد من بطاقة تصدرها هيئة رسمية بسبب خصوصية المهنة والاستقلالية مثلما يدعون وبالتالي هذه الدهنيات سواء من جهة السلطة من جهة المجتمع ومن جهة الإعلام هذه الفوارق الكبيرة جداً على الأقل بالمقارنة مع المحامين الذين هم أشدوا تنظيماً وأكثر تنظيماً وأكثروا تأثيراً وأكثروا دفاعاً عن حقوقهم لماذا عندما طرحت أو طرح الأستاذ مهداوي وهو مشكور تحياتي له عندما يتحدث عن مشاكل سوسيومهنية الإعلاميين وزير الاتصال هو يفهم هذه الأمور قال بأنني أتعهد بإنزال قانون أساسي للصحفية هذا القانون سيكون معمماً على الجامع في شبكة الأجور في الحقوق في الواجبات وبالتالي ننتظر هذا الالتزام ولهذا قلنا يجب الضغط على وزير الاتصال بحكم أنه ابن المهنة ويريد ربما أن يترك بصمته وبالتالي يجب رفع مستويات الضغط عبر النقابات وعبر الكتابات وعبر الاهتمام لأن أداء الإعلام مثلما قلنا خاصة في أوقات الأزمات في الحفاظ على الأمن القومي البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية يجتمع مع الصحفيين الذين أصبحوا يشاركون في صناعة سنعود لتفصيل أكثر بعد فاصل قصير أستاذ الحكيم بغراء أستاذ نصردي مهداو تفضل البقاء معي فاصل قصير ونعود شريع القوانين الثلاث لتأثير مهنة الصحاف الإعلام في الجزائر جزيز ترحيب بالأستاذ حاكم بغرارة والأستاذ نصردين مهداوي كنا نتحدث عن ضرورة وحتمية إنشاء نقابة لطبعا دفاع عن رجال المهنة تأثير هذه المهنة وأيضا مواكبة واستعاب هذه المشاريع القوانين وأيضا العمل على ترجمتها وتطبيقها في الميدان لأن فيه الكثير من المواد لا تطبق حتى في القوانين السابقة الآن الذي ربما يلاحظ المشهد الإعلامي في الجزائر ربما يتحصر على مرحلة سابقة وكأننا نسير إلى الخلف بالرغم من أنه ظهور كل هذه المؤسسات الإعلامية باختلافها عنوين يفوق مئة عنوان في ميخ الصحفة الورقية العشرات من مواقع الإلكترونية أيضا الآن أكثر من عشرين قناة تلفزيونية عامة وخاصة ما الذي كان موجودا في السابق وليس موجود الآن لنقول أن الإعلام كان أو عاش فترة ذهبية والآن يعيش هذه الفوضة لا هو واقع وأجيبك ببساطة كان فيه جيل تكون في الستينات والسبعينات تربصوا في الخارج وجاءوا أجانب تكونوا هنا الصحفين الجزائرين ولهذا عندما كانت تعددية كانت أقلام جزائرية كانت فيه تحقيقات كانت فيه حوارات كبرى مع مختلف الشخصيات الجزائريين ذهبوا لتغطية الحرب الخليج الأولى اليوم ولا صحو في جزائري في قطاع غزة أو أمام معبر رفح أو حتى في بيروت على الأقل إذا لم تذهب إلى مكان الحادث اقترب من مكان الحادث على الأقل في بيروت على الأقل في دمشق على الأقل في الحدود هذا التراجع الراهب جدا محسوب على الأسرة الإعلامية لأن الإشكالات اليوم في الصحفة الجزائرية هي الأوضاع السوسيومهانية ومشاكل إشهار أما الخدمة العمومية فهي غائبة عن اهتماماتنا ولا نطرح فيها حتى الإشكالية فالصراع اليوم في الصحفة من أجل ضمان لقمة الخبز وتحصيل أكبر قدر ممكن من الإشهار أما الأداء الإعلامي وكأننا ناقص يوم بالمقارنة مع الفضائيات لأن ما تنشره الفضائيات في المباشر أو ما تدعه وتبثه نحن نقوم بإعادة اشتراره في اليوم الموالي وبالتالي هذه حقيقة هذه إهانة للإعلام الجزائري هذه القوانين تراها بأنها ستحمل ربما ما يغير هذا الواقع للأحسن من حيث التنظيم والتأتي التي ستدفع طبعا بتحسي الأداء تمام السلطة يجب أن تخصص الدعم للصحافة المحترفة الذي يقوم بالاستقصاء والتحقيق والرورتاج والذهاب إلى مشاكل المجتمع ومختلف ولايات الوطن ولديه شبكة مرسلين هذا يستحق الدعم لأنه محترف يحاول أن يصل إلى الاحترافية ويقدم خدمة للمجتمع أيضا تمام لأن الإعلام ليس مكان لخلق الثروات والغينة الفاحش والطراء الفاحش الإعلام فيه جزء تجاري فيه جزء من الأرباح لكن هو مخصص للخدمة العمومية هو تقريبا شبه مرفق عام ليس مكان لجني الملايير أو على الأقل تفاوت بين المالكين وبين الصحفيين ربما الصحفيين عبر وزير الاتصال يجب أن يضغطوا للدخول كمساهمين ولو بنسب عشر بالمئة حتى يضمنوا حقوقهم حتى يستفيدوا من الأرباح إذا كانت لتحسين أوضاعهم سوسيو مهنية لأن الإعلامي بعد عشر سنوات أو خمسة عشر في مؤسسة إعلامية يجب أن يصبح مساهما لاحظ بأن عدد الوفايات لدى المراسلين والصحفيين ارتفعت بشكل راهب في السنوات قليلة حتى طب العامل لا يوجد لا يكون لأن أرفض التباكي وتسويق الشفاقة على الصحفيين ولكن يجب التنظيم لأننا أصبح الجميع مهدداً بالزوار في ظل هذه الفوضى في انتظار القانون الذي وعدنا به الوزير قد نصح فيه تغيير هذا الوضع ربما تمام هو القانون مهما كانت الانتقادات للسلطة مهما كانت الاتهامة للمشرع بأنه ينضر للسلطة أكثر مما ينضر للمهنة لكن غياب المقترحات سواء من البرلمان أو من الأسراء الإعلامية هذا يجعلنا دائماً في موقع ضعف ومحامين مؤخراً عبر الضغط الإيجابي في إطار القانون أجلوا مناقشة قانون الإجراءات المدنية فيه أكثر من 800 مادة قالوا بأنه لا يعقل أن نناقشه في أسبوع وهو الذي يمس تقريباً كل جوانب القضاء والتقاضي في الجزائر تأثير إيجابي صحيح تأثير إيجابي وبالتالي أهم أمر حتى نكون إيجابيين حتى ننتقل إلى الآداء يجب توفير بيئة لهذه القوانين وتقييمها بعد سنوات لكن العصار الإعلامية مطالبة بالتنظيم مطالبة بالتنظيم أعود أستاذ نصر دين مهداوي تحدثنا على الجانب السوسيومهني بالنسبة لرجال الإعلام أيضاً تغيب عن الحديث أيضاً نقطة جد مهم التكوين الذي يعد ركن أصيل للرقيب المهنالي ماذا الآن تقريباً كل المؤسسات الإعلامية لا تتحدث عن تكوين رجال المهنة نعم والله قضية وإشكالية التكوين الصحفيين والله مهم جداً يعني تكلمت 42 مثلاً من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تقول لابد من إقامة علاقات وإبرام اتفاقيات لتبادل خبرات يعني بين الصحافة الجزائرية الوطنية والصحافات الأجنبية أنا أجدها بأنها نقطة مهمة جداً لأننا بحاجة إلى إبرام اتفاقيات مع الصحافة الأجنبية لتكوين الصحفيين في مجال التحرير في مجال الكتابة الصحفية في مجال إخراج في مجال التقديم إلى غير ذلك حتى نرقى بقطاع الإعلام إلى مصفة المشكلة ليست في التحرير والكتابة هذا الشيء تفاوت ولكن أيضاً المستوى لا بأس به ولكن التحدث عن ثورة الآن تحصل في مجال الإعلام تكنولوجيات جديدة تقنيات جديدة في العرض وإمكانية أيضاً ضخمة ما هو للآن في طرق عرض المظامين الإخبارية وبالتالي يجب مواكبة هذا التحول أيضاً المفروض والله نحن ننتظر إن شاء الله إطلاق مشروع المدينة الإعلامية التي تكلم عنها رئيس جمهور سيد عبد المنجي التابون التي ستكون قطباً إعلامياً لتكوين الصحفين وتأطيرهم والعمل على كذلك جذب أكبر عدد ممكن من المكونين والمؤطرين في مجال تكنولوجية الإعلام والاتصال في ظل الحتمية التكنولوجية التي نعيشها اليوم وهي مواكبة الصحافة الوطنية وواكبة قطاع الإعلام والإعلام والإعلام والاتصال أنا كان في نقطة مهمة أحب أن نتكلم عليها لماذا لا يتم من الصحفيين في مجال تقنيات الذكاء التي تتعلم أنها تقريبين عليها ألا وهي صحافة الذكاء الإسلامية يجب أن تتم تكون تقني مثلاً المسيرة فيما يتعلق باستخدام لمختلف التقنيات للمراجعة الآلية للإقبار أو تحت ما يسمى بالدورات التكوينية المتخصصة في كل القطاعات الدورات التكوينية المتخصصة وتكون بشكل دور عندنا إنشماع ممتاز أستاذ 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 نحن في الجزائر لم نكمل دور الصحافة المكتوبة وهذا ليس عيب لأن اليوم عندما تشاهد فضائيات العربية الكبرى تفتتح الأخبار بافتتاحية الول ستريت جورنال أو الواشنطن بوست أو نيويورك طايمس لأن الصحافة المكتوبة حبة من حبة وحبة من كاره هي المدرسة الأولى هي المؤثرة هي التي تبقى هي التي تعيد فيها القراءة وتستفيد منها كما درست المصرح في التمثيل تمام وبالتالي في ظل الأمية الرقمية التي يمعاني منها الوطن العربي وتعاني منها إفريقيا اكتساب التكنولوجيا ليس ضمان لتقديم احترافية مثلا الأستاذ تحدث عن أي مدينة إعلامية ماذا سنسوق فيها من مضامين إعلامية هذا هو الإشكال يا أستاذ قد نكتفي بهذه المقرات ويكون الأداء وتكون الحرية ويكون التأثير سنستفيد أحسن من تواجد مدينة زجاجية تبث الرداء مقتل جد مهمة دكتور أبد الحاكم ونختم بها لأنه لم يتبقى الكثير من الوقت هل مشكلتنا في قطاع الإعلام في الجزائر مشكلة قوانين وتأثير أم مشكلة دهنيات عندما نتحدث عن قوانين ضمن حق الصحف في الوصول إلى المعلومة لكن في الواقع في صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومة في التواصل مع المؤسسات الرسمية الآن نحن هنا في مؤسسات الإعلام صعوبات كبيرة في التواصل مع مؤسسات قطاعات وزارية هي مفروض عليها أن تقدم المعلومة ولكن في صعوبات في التعامل هنا ربما التركيز أيضا أن نواكب هذه القوانين بتغير في الذهنيات أيضا تمام لهذا قلنا يجب توفير البيئة حتى نطبق هذه في ظل هذه الذهنيات المقاومة والتي تتعقد من منح معلومة أو تقدمها لطرف دون طرف آخر ليس فيه عدل في توزيع المعلومة فيه توجيه للمعلومة لأن هذا تاريخيا في الجزائر الإعلام كان إعلام أشخاص كان إعلام دعاء لأشخاص وبالتالي هذه الدهنية ما زالت مستمرة إلى اليوم وبالتالي فلماذا قلت لك بأن الإعلام لعبت قريبا كل أدوار المؤسسات ولهذا الجامع ينظر إليه بأن حتى إن كنت أنا فاسدا أو رديئا فدائما أقول بلي أن مدام الإعلام أؤثر في الإعلام أو أتمكن من التعتيم في الإعلام فهذا الأمور ستسمح لأن هنا يجب الحديث عن العدالة كذلك الإعلام ليس قطع عدالة لا يحكم على الأشخاص لكن في الواقع أصبح الإعلام هو العدالة هو السياسة وهو عارضة ونختم بنداء منك دكتور الحكيم هو نداء لأسرة الإعلام ليغطينهم وهذه الفرصة فرصة من ذهل باختصار شديد الأسرة الإعلامية عليها أن تقتدي بأسرة المحامين فهذا كان مودة جزائر قريب إلينا في بيئتنا يحفظ حقوقه ويؤثر ويضغط بطريقة إيجابية ويساهم في خلق هذا التدافع من أجل الأحسن من أجل المصلحة العامة من أجل مقاومة هؤلاء الذين يعرقلون الإصلاحات والتنبيه السلطة السلطة تقول عندما تشاهدون أمور في القوانين في الآداء عليكم أن تنبهوا المحامين ينبهون يذهبون إلى المحكمة الدستورية تمكنوا من تحقيق كثير من المكاسب أما الأسرة الإعلامية فالعيب الكبير في أنها تفتقد حقيقة لنقابات تمثيلية رئيس الجمهورة قال اذهبوا لتأسيس النقابات ولا واحد تحرك ولا يوجد أي ردز زادت الشرخ منذ ذلك اللقاء وفي حساسيات بالجملة لأنه يستاذ توجه العالمي اليوم الذين يؤثرون في الإعلام تخلصوا من عملية الرقابة والرشاوة والبغ أصبحوا يعتمون ويرفضون نشر الأخبار وهذا ما نتخوف من الوصول إليه وعليه الأسرة الكرة في مرمى الأسرة الإعلام صحيح أستاذ نصردين مهداوي نداء منك في الختام والله في الختام نتمنى إن شاء الله أنه يتم يعني يتم يعني استقلالية صلطة الضبط الصحافة المكتوبة والصحة البصري عن مجلس انتقاء المترشيحين للحصول على رخصة الزوار النشاط الإعلامي يعني دون وجود وسطة أو عملاء إلى غير ذلك أنا أتمنى كذلك الإفراج عن قانون الإشهار حتى يكون مكملا لمشروع قانوني الصحافة المكتوبة الإكترونية والسامع البصري إشكالية التكوين الصحافيين مهمة جدا أنا أثمنها كذيرا أتمنى أن تكون دورية في كل مرة يتم تكوين الصحافيين سواء في مجال التحرير والكتابة والقواعد ومعايير يعني انتقاء المظامين وكيف معالجتها حتى تكون ذات جودة مظامين لاسيين لا تقدم خدمة عمومية وهدفة الجمهور أنه يتم تكوين الصحافيين في تقني ربما الأستاذ قبل دكتور حاكيم مغرارة ما فهمني أنا قلت بأن استغلال تكنولوجيات الذكاء الصناعي وتكنولوجيات الإعلام في صال يتعالى في مجال تقني في مجال السهولة والمولونة في الوصول إلى مصاد الأخبار مثلا في الحصول على المعلومة في السياغة المظامي أما قضية تقديم مظامين ذات جودة ترجع إلى أخلاقية النشط والصحافي وترجع إلى أسلوب كل الصحافي في معالجة المظامين وتقديم الأخبار أنا من هذا النقطة أقول بأن على سلطة الضبط السمعي الفصري كذلك أن تكثب جهودها في الرقابة القبلي والبعالية للمشيئات التي تبث وهناك نقطة بعوجة ونقتين بها مبخش بفت هناك مادة قانونية في السمعي البصري تقول لابد أن يستوفي الشخص شروط المطلوبة لتقديم منحة رخصة يعني إنشاء خدمة اتصال السمعي البصري إذن لماذا لا يتم تشكيل نجنة مستقلة تقوم هي بدراسة الملفات وانتقاء هؤلاء الموطر الشرحين وفق المنوطة دون أي وسطات أو محاب أشكر أتمنى أنه يتم تطبيق القانون بكل حذفنه وبكل مواده أشكرك جزيلا شكرا أستاذ نصردين مهداي وأستاذ الإعلام والباحث الأكاديمي وأشكر الأستاذ الحكيم بغرارة وأستاذ الإعلام الجماعة الجزائية كنت معنا في البلاط وشكرا لكم إلى موضوع آخر يعاني سكين حي العبازيز أشكرا لكم